في ملف العراق أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي بعد بسط القوات العراقية السيطرة على كامل الحدود مع سوريا مضيفاً أن احتلال داعش الذي امتد لثلاث سنوات انتهى اليوم هذا الإصدار كان من بين أوائل إنتجات آلة داعش الأعلامية والآن بعد ثلاث سنوات قتل معظم من ظهر فيه من قادة داعش واليوم عادت الأمور كما كانت مع سخوط كسر الحدود الاستراتيجية التي قام عليها داعش بوصل مناطق احتلاله بين سوريا والعراق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على داعش بسيطرة القوات العراقية على حدود البلاد مع سوريا المعركة الأخيرة في سلسلة معارك شهدتها محافظات الأنبار ونينو وصلاح الدين وكاركوك وهذه الانتصارات ليست فقط انتصارات للعراقيين مع أن العراقيين حققوها بدمائهم وتضحياتهم ولكنها انتصارات للعربي والمسلمين وللمنطقة والعالم قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت إحكام سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة سبق المشهد الأخير من العمليات العسكرية أعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية إطلاق المرحلة الثانية من عملية واسعة لتطهير منطقة الجزيرة الواقع بين محافظتين نينو والأنبار من فلول تنظيم داعش كما أكد بيان عسكري أن قوات الجيش العراقي تمكنت من الوصول إلى حدود العراقية السورية والالتقاء بالقوات العراقية القادمة من مناطق شمال راوة والقائم ومع وجود فلول من داعش في سوريا والعراق خاصة مع تواصل عمليات التطهير في الجانب السوري يجمع خبراء أمنيون على ضرورة اتخاذ القوات العراقية إجراءات وقائية على الحدود مع سوريا والاستعانة بالتقنيات المتطورة وعدم الركون إلى الجهود البشرية فقط لضمان أمن الحدود العراقية